وقبل أن أنهي سأعطيك ثلاث وصايا عملية أرجو الله أن يكتب لنا ولبك بها النجاة إن كانت والدتك حية موجودة فاحرس كل الحرص على أن تدخل السرور عليها والله من أجل القروبات وأعظم أسباب التوفيق ادخال السرور على الوالدين وعلى الوالدة على وجه الخصوص فإن أردت بهذا وجه الله قصدت به وجه الله لا لشيء آخر بعمل الله وصاك بها فإدخال السرور على الوالدة من أعظم أسباب التوفيق ومن أعظم ما سيعينك برحمة الله في غربتك هذه الأول أدخل عليها السرور للمكالمة هاتفية تسرها بها توخى أوقات تعلم أنها تحب أن تسمع صوتك فيها جاء رجل لابن عباس وأخبره أنه قتل قال يا ابن عم رسول الله هل لي من توبة قال يا هذا أمك حية قال لا قال يا ابن أخي أكثر من الاستغفار والعمل الصالح لما خرج ابن عباس تبيعه أعطاء ابن يسار تلميذ قال يا ابن عم رسول الله أراك سأبته عن أمه قال والله لا أعلم عملا صالحا أحبا وأقرب إلى الله من بذب الوالدة هذا الأول الثاني لا يمر عليك يوم لا تقلب فيه بصرك في المصحف لا يمر عليك يوم لا تقلب فيه بصرك في المصحف ولو أن تقرأ جزء آية لكن هذا له أثر في حياة القلب خاصة مما يرأه الإنسان من منعض الأمر الثالث فلتكن أظيما حياة من الله أن تصبح يوم ولم تكن لله ولو ثلاث ركعة ثم استقبل القبلة وصده لله ثلاث ركعات باختيارك لا يجبرك عليها أحد تجعلها ضخرا لك في الدنيا وضخرا لك في القبر وضخرا لك يوم تلقى الله الله يقول ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلة وفي التنزيل وفي الحديث قالت فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدما سمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برباك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأنتم لستم الذين تخبرون بلذاته يخلتم الغرب رأيتم أهله ودياره شيئا عيانا لا تحدثون عن مجهول ومع ذلك عصمنا الله وإياكم من اللذة الحرام حتى اللذات المباحة والله لا توجد ردة أبدا أحظم من لذة السجود الله جل وحبا قال الله لنبيه توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين وحتى يعرف أن لا تعديلها للذة من موقف طاحت هب أن إنسانا مات على عمل يعمله لا يمكن أن يفرح أبنائك أو والدائك أو أي أحد يحبك بعد وفاتك بشيء أعظم منهم لو علموا أن فلانا مات ساجدا هذا لا أظن أحد يبكي عليه لأنه قلنا أي حالة مقبولة ليست بحرام لكن كيف يعرف الإنسان إن هذا العمل لذيذ إنه يفرح لو أنه قبث على هذا العمل فإذا قرم الإنسان استقرأ الإنسان الأحوال فالله لا توجد شيء ولا توجد لذة أعظم من لذة السجود لرب العالمين جل جلاله عبد ساجد يقول في سجوده سبحان ربي الأحلى ينزه خارق وهو يعلم يقينا أن الله ضميل لكنه يتوسل لله بهذا السجود أن يقربه منه فإذا قربك الله منك منه وأحبك فكل شيء في حياتك سيسره الله لك ويختاره الله لك وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه أفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وألزمنا الله وإياكم أكلمة التقوى صلى الله على محمد وآله الحمد لله رب العالمين